شكلت الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ قرابة عامين موضوعا رئيسيا في لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ بالصحفيين بعد اجتماعهما بمقر وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء ستركز قمة الحلف على تعزيز فرص نجاح أوكرانيا على المدى البعيد منذ اليوم الأول اندلاع الحرب هناك ومع تطور مجريات الحرب تطور أيضا دعمنا لأوكرانيا الشركاء والحلف والولايات المتحدة كلهم قدموا الدعم لأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة ما يتعين عليها مواجهته لدرء هذا العدوان الروسي تأكيد وزير الخارجية الأمريكي وأعلى مسؤول بحلف الأطلسي على مواصلة دعم الحلف لأوكرانيا في جميع المجالات وليس في المجال العسكري فحسب أبرز الأهمية التي تكتسيها أوكرانيا بالنسبة لأمن الحلف نفسه هذه الحرب تتلقى الدعم من الصين وكوريا الشمالية وإيران التي تريد أن ترى فشل الولايات المتحدة وحلف الأطلسي وإذا ما نجحت هذه الدول في مسعاها في أوكرانيا فإن ذلك سيجعلنا أكثر ضعفا والعالم أكثر خطرا لذلك فدعمنا لأوكرانيا ليس بمسابة صدقة بل هو في مصلحة أمننا نحن أيضا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر نالت حييزا مهما من أسئلة الصحفيين إلى وزير الخارجية الأمريكي بما في ذلك سؤال عن رد فعل الإدارة الأمريكية على فقدان مئات من الأسر الفلسطينية خمسة وعشرين على الأقل من أفرادها في الحرب اجتمعت مع أمريكيين من أصل فلسطيني فقدوا العديد من أقربائهم في غزة وقد أروني صور أب أو جد أو أخ أو أبناء أو أبنات إخوة لهم قتلوا منذ دناع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي وهذا حافز عميق يدفعنا في ظل هذه المعاناة لبذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الحرب وزير الخارجية الأمريكي كرر مرة أخرى القول بأن بالإمكان التوصل إلى وقف فوري لأطلاق النار لو قبلت حركة حماس ذلك رغم أن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي كان مخصصا للحديث عن شؤون الحلف إلا أن الحرب في غزة فرضت نفسها على لقاء المسؤولين بالصحفيين مؤكدة أنها تظل على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الرائع رشيد جعفر قناة الغد واشنطن ترجمة نانسي قنقر